احبائي احنا اقتربنا لنهاية الحلقة الله خلقنا على صورته ذكرا وأنثى الله بطالب المساواة بين الجميع ونبدأ نعلم المحبة من بيوتنا بيوتنا، كنايسنا، مساجدنا في أي مكان تحب قريبك، تحب أخوك، تحب جارك لا تهينوا، لا تحتقروا وأنا أعتقد أنه خلال عشر سنين رح نخلق مجتمع بيختلف عن المجتمع المضى ما في ريسس أنه يكون أسود ولا أبيض نحن من ذرية واحدة كما يقول الكتاب المقدس ويسوع المسيح لم يكن عنده تمييز يعني مثل ما ذكرت لمس الأبرس وفتح عيون الأعمى وأشبع الآلاف ويطلب من تلاميذه أنه يعملوا نفس الشيء وقال في متى، إنجيل متى إصحاح 25 الحق أقول لكم فبما فعلتم بأحد إخوة الأصاغر فبي فعلتم، الناس هي أخوتك وجارك هو أخوك وخليك سامرة صالح خلي معاك الزيت حتى تسعف وتشفي والخمر اللي بطهر الجراحات خلي معاك دايما كلمة حلوة ومعاملة حلوة وخلي حياتك أكشن مش بس مجرد أقوال بتحكيها لأنه لما بيجي المحاكم بيبين معدنك الحقيقي إذا أنت من جوا بتكره مكتوب من القلب تخرج الأفكار الشريرة لابد أن الثمر بشكل أو بآخر يبين في يوم من الأيام خلينا يكون مجتمع متغير بنعمة المسيح حتى نغير الآخرين رب نيبركك و بس اللي رب يشفي و يبري عردينة